رب العرش في دنيا الورى وهدية الخلاق للأوطان يا قاصد المصر التي فيها الهدى هو بحر علم واسع الشطآني وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما قال سيدنا النبي وقال الشاعر أجهد نفسك على علم تستريح به ولا تعيشن بعلم واحد كسل النحل لما اجتلى من كل فاكهة حوى جوهرين الشمع والعسل فالشمع نور يصطداء بنوره والشهد يبرئ لنا الأسقام والعلل أدعو الله أن يجعلنا من المتعلمين وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان وأن يسدد الله خطى القائمين عليها وأن يحفظ الله الأزهر وشيخه وعلماءه وأن يشفينا الله ويشفيكم جميعا ويشفي كل مريض وأن يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم تلاوة قرآنية مباركة مستفتحا بها صلاة الجمعة من الأزهر الشريف فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكوا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ومخرج الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله حسبانا ومخرج الميت حسبانا ومخرج الميت ومخرج الميت تربط ومخرج الميت فالقوا الإصباح وجعل الليل سكانا وجعل الليل سكانا وجعل الليل سكانا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي آشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي آشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقعون وهو الذي أنزل من السماء من السماء من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلع يعيق ونندانية وجنة من الأعناب وجنات من أقناب وجنات من أقناب والزيكون ورمان مشتبئاً وخير متشابه وزيتون ورمان مشتبئاً وخير متشابه ومن النقل من طلعها قنوان دانية وجنات من أقناب قنوان دانية وجنات من أقناب وجنات من أقناب والزيكون ورمان مشتبئاً وخير متشابه اشتركوا في القناة إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شرداء الجن وخلقهم وخلقهم الله سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون واجعلوا لله شرداء الجن وخلقهم 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 لَهُ بَنِينَ وَبَنَاجِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَنَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبَهُ سُبَحَانَهُ سُبَحَانَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ وَلِيمٌ ذَلِقُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ ذَلِقُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِقُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَحَبُدُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدَأْرِكُهُ الْأَبَصَارُ لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَارُ لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَارُ لَا تُدَرِكُهُ الْأَبَصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية هنا في الجامعة الأزهر الشريف بمدينة القاهرة أرى إخوانكم المصلين والآن يؤذن لصلاة الجمعة يرفع نداء الحق الشيخ مصطفى الزين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحق الشيخ مصطفى الزين حي على الفلاح الحق الشيخ مصطفى الزين حقاً وصدقاً ويقيناً اللهم ربنا ربنا رب هذه الدعوة التأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد فقد رفع نداء الحق من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وإذا عات جمهورية مصر العربية من القاهرة رفع نداء الحق الشيخ مصطفى الزين أحد آئمة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة شهيدنا الكرام لقد حث الإسلام على طلب العلم وأولى العلم همية في حياة الإنسان فما أحوجنا إلى أن نأخذ بأسباب التفوق العلمي في مجالات مختلفة وإننا إذا تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا فعلينا أن نجتهد في طلب العلم وأن نكون على قدر المسؤولية كل في موقعه عالما ومتعلما فنيا ومتقنا كل في مجاله جعل الله مصر أمنا أمانا ورفع عنا وعنكم البلاء والوباء ويكفي العلم شرفا أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد من شيء في الدنيا إلا من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما وقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء فهنيئا لمن مشى على ضرب الأنبياء لأن العلم هو سبب تقدم الأمم فضيلة الأساس دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف يعتري درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله صلاح حي على الفلاح صلاح حي على الفلاح صلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان منحه من خيره وبره فصاحة اللثان به يذكره ويمجده وبه يتلو كلامه القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل العلم سبباً لتقدم الأمم ولرقي المجتمعات وأشهد أن سيدنا نبينا قائدنا إلى الله محمداً عبد الله ورسوله نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به وختم به الرسالة ربه إمام كل رسولٍ ونبي وسيد كل عالمٍ وتقي النبي الأمي الذي علم المتعلمين خير خلق الله أجمعين وخاتم الرسل الكرام أحمد وخاتم الرسل الكرام أحمد وفضله عن غيره لا يجحد وجده الخليل إبراهيم والروح عيسى نوح والكليم فالأنبياء فالملائك الأولى أجلهم جبريل عند ذي العلا اللهم صلِّ أفضل صلواتك أبداً على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلِّم تسليماً كثيراً وذِده تشريفاً وتكريماً وأنزِله المقعد المقرَّب عندك يوم القيامة أما بعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وها نحن الآن في هذه اللحظات من رحاب قلعة العلم من رحاب قبلة العلماء من رحاب الأظهر الشريف الذي ظلَّى علماؤه يُدرِّثون العلم أكثر مما يزيد على ألف عام يعلمون أبناء الدنيا بأسرها العلم وإذا كنا نتحدَّث عن العلم فنحن الآن في قلعة العلم في أظهر مصر الأظهر الشريف العلم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بَعَتْ إِلَيْهِ جَمِيعُ الشَّرَائِعَ وَحَسَّتْ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَحَسَّتْ عَلَى التَّفَوُّقُ فيه بل كرَّمَ اللَّهُ عَذَّ وَجَلَّ العُلَمَاءَ وَأَعْلَى قَدْرَهُمْ وَرَفَعَ مَنْذِلَتَهُمْ إِذْتَمِعْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنِ إِلَى بَيَانِ الْحَقِّ جَلَّ عُلَاهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ضَرَجَاتَ علَّمَ الْحَقُّ جَلَّ عُلَاهُ بَعْضَ أَنْبِيَائِهِ الصِّنَاعاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ وَآتَاهُمُ الْعِلْمُ الله عز وجل يقول ولقد آتينا داوود وسليمان علماً وقال بعد ذلك وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علِّمنا منطق الطير وأُوتِينا من كل شيء وقال جل علاه في شأن سيدنا داوود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوثٍ لكم هذا إخوتنا إخوة الإيمان ما حكاه الكرآن الكريم وإذا نظرنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى ما يتعلَّق بحقيقة وشأن العلم نجد أن أول قضيَّة تحدَّث عنها القرآن الكريم إنما هي قضيَّة العلم وأن أول أمرٍ نذل به أمين وحي الله جبريل على قلب حبيب رب العالمين سيدنا محمد إنما هو الأمر بالقراءة في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربُّك الأكرم كما أكَّدَت الشرائع أيضًا على أهمية أسباب العلم الأسباب الموصلة إلى العلم ووسائل العلم أيضًا وهذا ما أكَّده القرآن الكريم في أنه قد نذلَت صورة من القرآن الكريم كاملة باسم القلم ابتدَى أهل حقُّ دلَّ علاه بقوله نون والقلم وما يسطرون إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام العلم ميراث النبوة العلم يرفع الإنسان العلم به ترتق الأمم العلم ميراث الأنبياء يقول حبيب الله ومُصطفى إن العلماء لم يورِّثوا ذرهماً ولا ذي ناراً ولكنهم ورَّثوا العلم النبي يقول إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء فهم أفضلُ خلق الله بعد رُسل الله وفي معرض هذا يقول شيخنا الخطيب شاعِر النبي الحبيب وأفضلُ الخلق بعد الرُسل منذلةً العاملون الأولى بالعلم قد عملوا أفضلُ خلق الله بعد رُسل الله إنما هم العُلماء العاملون بعلمهم المُخلِصون لربهم وأفضلُ الخلق بعد الرُسل منذلةً العالمون الأولى أي الذين هم قد عملوا بالعلم وأخلَطوا لله إذ اجتمعَ فيهم العلم والإخلاص والعمل كما ورَدَ عن مشايِخنا إن من أجلِ ما يُعبَدُ به الحقُّ جلَّ علىه العلم والعمل والإخلاص واعبُده بالعلم والإخلاص إنهما رُوحُ العبادة من فعلٍ ومن كلمٍ إخوتَنا إخوة الإيمان والإسلام العِلْمُ الذي نقصُده والعِلْمُ الذي نعني به ما هو؟ العِلْمُ الذي نعني به والعِلْمُ الذي نقصُده أيها المؤمنون إنما هو كلُّ علمٍ نافعٍ للبشرية جمعاء أيًّا كان سواء كان يتعلَّقُ بعلوم الدين أم كان يتعلَّق بعلوم الدنيا فالعِلْمُ النافع الذي نقصُده إنما هو العِلْمُ بشؤون الدين والدنيا لا فرقَ في ذلك بين العِلوم الدينية والعلوم التطبيقية والعلوم الفلكية والعلوم الهندسية والعلوم التربوية والاجتماعية وكذلك أيضًا العِلوم الحربية لا فرقَ بين ذلك كله وهذا ما أكَّده القرآن الكريم في قول المولى تبارك وتعالى إنما يخشَ الله من عِبادِه العُلماء جاءت هذه الآية سامنة والعشرين من صورة فاطر جاءت في معرض الكلام عن الكون السماء والأرض والدواب والناس والأنعام استمع أيها المؤمن إلى بيان قول الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانُها كلم عن الآية؟ عن السماء والأرض فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانُها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِي بُسُودٌ الأرض اجسمه خلي بقى الجبال ثم بعد ذلك في الآية التي بعدها قال وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ فجاء قول الله تعالى إنما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ بعد الكلام عن معرض الكلام عن العلوم الكونية وما فيها وهذا إعلامٌ بأن العلماء الذين يرفعهم الله بعلمهم إنما هم العلماء بجميع شؤون الدنيا والعلماء بجميع شؤون الدين نسأل الله جل علاه أن يوفِّقنا وإياكم لما فيه رضاه توبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تُفلِحون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحقُّ المُبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين خير من طلع على الوجود سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود أتم رحمه وأعظم منةً وأجل نعمه ويوم الحشر تكشف كل غمه وتُمَّح فيه محمود المقامي اللهم صلَّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ينبغي علينا أن نعلم أنه إذا كانت المقصودُ بالعلوم سائر أنواع العلوم فينبغي علينا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام أن نعلم أن استشراف المُستقبل فيما يفعله العُلماء إنما هو أمرٌ مطلوب وأنه ينبغي عليهم أن يعملوا ليس للحاضر فقط بل للمُستقبل كي تستفيد منه الأجيال القادمة وهذا ما ورد عن صحابة سيِّدنا رسول الله وما دعا إليه صحابة النبي فهذا سيِّدنا عُمر ابن الخطاب الخليفة الراشد يقول عبارة موجدة في هذا الشأن لا تقفوا بأبنائكم عند علومكم أنت توصلت النهاردة الحاجة بالنسبة لك لا تقف عندها بالنسبة لإبنك هذه دعوة إلى استشراف المُستقبل لا تقفوا بأبنائكم انظر إلى كلام سيِّدنا عُمر ابن الخطاب الذي يُوزن بالدهب والذي ينبغي أن نعيه وأن تعيه الأمم حتى يكون لها الترقي والتقدم يقول لا تقفوا بأبنائكم عند علومكم لا تقفوا بأبنائكم عند علومكم لماذا؟ لأنهم خُلِقوا لزمانٍ غير زمانكم هذه دعوةٌ من خليفة رسول الله إلى استشراف المُستقبل وأنه ينبغي علينا أن لا نقف في رؤانا على الحاضر إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام كما نراه الآن في هذا العصر من تطلُّعٍ ومن رؤيةٍ هذه الرؤية تتعاقبها الأجيال من نهضةٍ تنموية هذه النهضة التنموية ليست لنا فحسن وإنما للأجيال القادمة هذه الأجيال سيشهد التاريخ بعد ذلك على ما قامت به القيادة الآن من أمورٍ هذه الأمور وإنجازات وإننا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إذا نظرنا إلى ما نحن فيه نجد أن التنمية أو النهضة التنموية التي تشهدها مصر الآن في هذا العصر حصادُ سبع سماوات حصادُ سبع سنوات النهضة التنموية التي تشهدها مصر الآن حصادُ سبع سنواتٍ في عهد قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هذه النهضة إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تمثِّل طفرةً في سائر المشروعات العملاقة والتي منها إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شبكة الطُرُق القومية التي نراها في سائر أنحاء مصر ومشروعات التعليم والأموال والطائلة التي تُنفق على تطوير التعليم ورقمنته والرُقي بالعلم والعُلماء إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وجيلٌ جديدٌ من المُدن الجديدة والعاصمة الإذارية الجديدة بما فيها من مشروعاتٍ تنموية لتُجعل مثالًا هذا المثال عالميًا يُحتَذَى به على أن مصر إنما هي بلدُ الحضارة منذُ ما يذيذُ على ألف عامٍ إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هذه المشروعات إنما جاءت نتيجة جُهدٍ مبذول ونتيجة رؤية سياسية هذه الرؤية ساقبة رؤيةُ قائد وإرادةُ شعبٍ وعملٍ متواصل ليلَ نهار في فترة سبع سنواتٍ مضَت إخوتنا إخوة الإيمان لنصلَ ببلدنا مصر إلى أعلى الدرجات في الرُّقي العلمي وسائر أنواع الأمور إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وبهذه المُناسبة ومن فوق منبر الأظهر الشريف يتقدَّم الأظهر الشريف جامعًا وجامعًا بمُناسبة البداية أو العام السامٍ مُرور ثمانية أعوامٍ على ثورة تلاتين يونيو نتقدَّم وأتقدَّم الأظهر الشريف بخالِث التحيَّة والتهنئة إلى قائد مصر فقامت الرئيس عبد الفتاح السيثي رئيس الجمهورية أولًا ونتقدَّم أيضًا بخالِث التحيَّة والتقدير إلى شعب مصر العظيم وإلى جيش مصر الباسل وإلى شُرطة مصر الساهرة على ما بذلوه وما يبذلونه من مجهوداتٍ هذه المجهودات تُصبُّ في صحيفة حسناتهم ولا ننسى إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بمُناسبة حلول الذِّكرة السامِنة لثورة يونيو لا ننسى أبناءنا شُهداءَ الوَطَن لا ننسى شُهداءَ الواجِب فإننا نذكُرهم ونتذكَّرهم بكلِّ إعزازٍ وكلِّ فخارٍ وكلِّ تقديرٍ لأنهم قد ضحُّوا بأنفُسهم حتى نصل إلى ما نحنُ فيه فإننا لا ننسى بكلِّ الفقر والإعزاز أن نُقدِّم التحيَّة لشُهدائنا شُهداء الوطن شُهداء الواجِب شُهداء الجيش شُهداء الشُرطة سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلَهم يسرحون في جنان الخُل وأن يُوفِّق ذويهم لما فيه رضاه ونسألُ الله جلَّ علاه أن يجعلَ مصرَ واحةً للأمن والأمان اللهم اجعلَ مصرَ واحةً للأمن والأمان اللهم اجعلَ مصرَ واحةً للأمن والأمان وفِّق اللهم قائدَها لما تُحبُّه وترضاه يا ذيَّان اللهم من أرادَ مصرَ وأهلَ مصرَ بخيرٍ فوفِّقه لما تُحِبُّه وترضاه ومن أراد مصرًا وأهل مصر بسوءٍ نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل كيده في نحره وأن تجعل تدبيره تدميرًا له إنك يا مولانا على كل شيءٍ قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات اللهم لا تطرُك فينا صاحب حاجةٍ إلا قضيتها له ويسَّرتها له يا خير المسؤولين اللهم لا تطرُك فينا ولا منا ولا بيننا صاحب حاجةٍ إلا قضيتها له يا خير المسؤولين أنصر اللهم الإسلام وأعِذَّ المسلمين إله الخلق إله الخلق إله الخلق نوِّلنا الأمان وَجَنِّبْنَا مُضِلَّاتِ الزَّمانِ إِلَهَ الْخَلْقِ نَوِّلْنَا الْأَمَانِ وَجَنِّبْنَا مُضِلَّاتِ الزَّمَانِ وَأَسْكِنَّا فَرَادِيْسَ الْجِنَانِ وَمَتِّعْنَا بِوَجْهِكَ يَا كَرِيمٌ اللهم متِّعْنَا بالنظر إلى وجهك الكريم وشفِّع فينا سيد المرسلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يأبكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم في الملأ الأعلى وأخذ من الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله أقبلوا على الله بقلب خاشع ليرضى عنكم أقبلوا على الله بقلب خاشع ليرضى عنكم الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حتابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله